الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله يا الإخوة والأخوات في برنامجكم تربية العظماء اليوم نحن في ضيافة الجيل الأول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق وما أدراك ما الفاروق ومع أخيه الأمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الشرح خرج عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس كما هو مسطر في كتبهم بصفات عمر رضي الله عنه أنه الذي يستلم تلك المفاتيح فخرج مع خادمه يعتاقبان بعيرا لهم فكان مرة يركب عمر رضي الله عنه ويمشي الخادم ومرة يمشي عمر ويركب الخادم يتعاقبون على هذا البعير فلما وصلوا على مشارف القوم وكانوا يحبون هؤلاء القوم الذين سيستلم منهم عمر مفاتيح بيت المقدس الجاه والبهرج والأبهة التي هي كانت معاني مظهرية تشير بجلاء إلى الخواء الداخل الذي كانوا يعيشون وعمر على هيئته لم يتغير يمشي بصلاعته التي تلمع في الشمس حتى وصل إلى مخاضة ماء في طين ويخوض ينزل عن بعيره ويأخذ نعليه ويضع ماء معه ويمشي يخوض في هذا الطين حتى اجتاز والخادم على ذلك البعير فلما رأاه أبو عبيدة رضي الله وكان قائد الجند فقال يا أمير المؤمنين لو كان غير هذا كأنه يعتب عليه هذا التبسط في اللباس والمظهر وخوض المخاضة والماء والطين فقال لو كان غيرك غيرك يا أبا عبيدة قالها يعني كان يتمنى أن لو كان غير أبو عبيدة قال هذا الكلام لمكانة أبي عبيدة لأوقع عليه العقوبة لو كان غيرك يا أبا عبيدة كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ومتى ابتغينا لعزة في غيره أذلنا الله تعالى لكل من أراد طريق العظمة والعزة والسؤدد والرفعة في الدنيا والآخرة إن العزة الحقيقية هي في الإسلام وتبني الإسلام والولاء للإسلام والديانة بدين الإسلام وتمثل الإسلام والاعتزاز بالإسلام الذي هو أعظم هدية يمكن أن تقدم للبشرية لإنقاذها من الظلمات إلى النور ومهما حاولنا أن نبتغي عزا في أنساب أو أشكال أو ألوان أو ماديات فإن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير وقد أشار إليها الفاروق وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى العزة في الإسلام وفي الانتماء للإسلام وفي الولاء للإسلام وفي نصرة الإسلام وفي نشر الإسلام والعزيز من أعزه الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا وهن في القلوب ولا حزن في النفوس ولا وهم في الأجساد ولا حزن في القلوب طالما أنكم على الإيمان طالما أنكم مؤمنون بما أنكم تنتمون إلى هذا الإسلام وإلى هذا الإيمان فأنتم أهل العزة ولا يظيركم ما أصابكم فإن الأيام دول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ينبغي أيها الإخوة أن نغرس في نفوس أبنائنا حب الإسلام وعظمة الإسلام وفضل الإسلام وأنه من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا جميعا لنعيش عظماء ونحيا عظماء ونموت عظماء جعل الله وإياكم من أهل العزة بهذا الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر